بيبدأ الفيلم مع ظابط شرطة اسمه دانيس بك وهو مع الفريق بتاعه ورايحين يقبضوا على تاج المخدرات ولما بيوصلوا بيقتحموا البيت وبيقدروا انهم يقبضوا عليه من غير ما يكون فيه اي مقاومة لكن المشكلة ان بعد ما بيقبضوا عليه بيسمع دانيس صوت ضرب نار جاي من برا ولما بيخرج بيشوف واحد من الفريق بتاعه وهو ضرب واحد بالنار فبيسأله دانيس ليه عملت كده فبيرد عليه الشرطي وبيقوله هو كان بيجري وانا خفت منه ولما قلت له يقف ما سمعش الكلام علشان كده خلصت عليه فبيقوله دانيس ما يقلقش وبيخرج سكينة من الحزاء بتاعه وبيحطها في ايد القتيل وبيقول للشرطي انه هيقول ان القتيل كان بيحاول يتهجم عليه والسلاح في ايده اهو وبعد شوية بنروح لقسم الشؤون الداخلية لجهاز الشرطة وبنشوف محقق لسه منقول جديد واسمه ريموند والمدير بتاعه بيقوله انهم متوقعين منه حاجات كتير لان فيه فاسات كتير عند الزباط وهما مش عارفين يلاقوا دليل ضدهم وريموند بيوعده انه هيشرفه وهيخلص على كل الفساد اللي موجود في جهاز الشرطة وبعد ما بيخلصه بياخدوا المدير علشان يعرفه على زميله في المكتب وبيعرفه على ايمي والس اللي هتكون زميلته في القضايا اللي هيمساكها وهتشتغل معاه بشكل مباشر ولما المدير بيمشي بتدي له ايمي اول ملف يشتغل عليه وبتعرفه ان يدي قضية تاجر مخدرات لقوا معاه كمية كبيرة من الكوكايين في شنطة عربيته ولما سألوه قالهم ان الزابط اللي قابض عليه هو اللي زرع له الكوكايين ده في شنطة عربيته وبتقوله انهم عايزين يحققوا في الموضوع ده لو كان حقيقي ولا لا ولما بيفتح ريموند ملف الزابط بيتفاجئ انه صديق قديم ليه كان معاه في الاكاديمية اسمه فاني ستريتش ولما بتسأله ايمي لو كان عايز يكلف ظابط تاني بالقضية دي ولا لا فبيقولها ريموند انه عايز هو اللي يحقق فيها وبعد شوية بنروح لفاني ستريتش وهو في البيت ومراته مسك التليفون وبتتصل على دينيس وبتقوله يجي لها بسرعة وفان بيمسكها وبيفضل يضرب فيها وساعتها بيوصل دينيس وبيمسكه علشان ما يضربهاش ولما بيخرج يتكلم معاه برا بيفضل فاني يقوله انه شاكك ان امراته بيدخونه علشان كده بيدربها فبيقوله دينيس ان دي مش اول مرة يجي يلحقها من ايده لازم يفوق شوية ويبطل تعاطي مخدرات لانها بدأ التأثر على مخه وساعتها بيفضل فاني عايط ويقوله انه ما كانش يعرف ان الامور هتوصل لكده لكن دينيس بيفضل يوسيه ويقوله انه كل حاجة هتبقى كويسة وبيطمنه وبعد شوية بيروح ريموند على اسم الشرطة اللي فيه دينيس وفان وبيقابلهم هناك وفان بيرحب به لانه يعرفه من زمان وبتكون دي اول مرة ريموند ودينيس يتقابلوا مع بعض وبيبنى على فان انه بيتوتر لما بيشوف ريموند وخصوصا لما بيعرف انه في قسم الشؤون الداخلية ويجاي علشان يحقق معاه وبيعرفوا انهم هيتقابلوا كمان عشر دقايق في مكتب المأمور وفعلا بعد شوية بيتقابلوا هما الاثنين ومعاهم امي وبيسألوا عن اللي حصل فبيقولهم انه طلب من المجرم انه يفضي جيوبه علشان يفتشه فبتقول له امي ليه قررت تفتشه من الاول فبيقول لها لانه مشتبه فيه وليس جل اجرامي او ساعتها بيسألوا ريموند وبيقول له ليه ضربته لو كنت رايح علشان تفتشه بس فبيقول له فان في الاول انه ما ضربهوش لكن لما ريموند وامي بيضغطوا عليه بيعترف انه فعلا ضربه بس هو اللي استفزه الاول والموضوع كله كان دفاع عن النفس لان ده مجرم خطير وكان ممكن يتهجم عليه في اي وقت وبعد ما ريموند وامي بيخلصوا كلام معاه بيقولوله انهم هيحفظوا التحقيق لحد هنا وهيرجعوا يطلبوه مرة تانية وبعد ما بيخلصوا بيقول ريموند وامي لبعض انهم متأكدين ان فان فيه وراء سر كبير بعدها بيمشي ريموند وبيروح يقابل مراتو كاثلين واللي عندها معرض فني وبيستنيها لحد ما بتخلص وبيروحوا مع بعض على البيت وبيفضل يتكلم معاها ويقول لها انه هيكون مضغوط الفترة دي شوية لانه لسه منقول الشؤون الداخلية وعنده قضية مهمة لسه شغال عليها ومش عارف يعمل ايه وهي بتقوله انها وثقة فيه ومتأكدة انه هيحل القضية واتاني يوم بنشوف بني مراتفان وهي رايحة علشان يتحقق معاها في القضية بتاعت جزهة ولما بتوصل بيسلم عليها ريموند وامي وبيسألوها لو كانت شكة في سلوك جزهة الفترة الأخيرة دي او فيه اي حاجة محتاجة تحكي عنها فبتقول لهم بني ان مفيش اي مشاكل فبيسألوها لو كان فيه اي مشاكل مدية او مشاكل زوجية بينهم لكن بني بتأكد لهم ان مفيش مشاكل مدية ولا اي حاجة وان اي حاجة خاصة بينها وبين جزها فده مش تبع التحقيق لان دي حاجة خاصة بينهم وبين بعض وبتدايق منهم وبتقرر انها تمشي وساعتها بيخرج ريموند وامي وبيفضلوا يرقبوا بيني طول الطريق علشان يعرفوا هتروح فين وبياخدوا بالهم انها ركبة عربية غالية بالنسبة لمرتب جزها او مرتبها وبيقول ريموند لامي انه محتاج منها ترقب تحركات فالي المادية وتعرفوا لو كان فيه اي تعامل حصل على الحساب بتاعه في الايام الاخيرة ولا لا ومن الناحية التانية بنشوف واحدة من البنات اللي بيشتغلوا في الاعمال المنافية للأداب وبنشوف انها بكركبة عربية مع واحد ولما بيوصلوا عن البيت بتاعه بيتفاجئ الشخص ده بوجود دينيس وانه كان بيستدرجوا بالبنت دي علشان يقبض عليه وبنعرف ان دينيس عنده السبكة الخاصة بتاعته وبيعمل حاجات غير شرعية كتير وبيتعامل مع مجرمين وبيعمل معهم صفقات وبعد شوية بينشوف ريموند وهو بيقول للمدير بتاعه انه بيحاول يوصل لحاجة تخص فان بس في النهاية حاسس ان فان مش هو الرأس الكبير وبيقوله ان فال مجرد دمية في ايد حد تاني هو اللي بيحركه علشان كده ريموند بيقول للمدير انه عايز يحقق مع دينيس ويعرف منه اي معلومة ممكن تساعدهم والمدير بيقوله يخلي باله لان دينيس خطر وممكن ما يعرفش يوصل معاه الحاجة وفعلا في نفس اليوم بالليل بيروح ريموند وبيتكلم مع دينيس وفي الاول بيكون دينيس بيتعامل معاه بطريقة وحشة ورفض يديه معلومات لكن ريموند بيفضل يقوله انه مش جاي علشان يحقق معاه لكن الموضوع كله انه كلام بشكل ودي بين اتنين بينهم صديق المشترك اللي هو بال وبيسأله عن مرات بال ولو كانت مخبية اي حاجة او فعلا تعرف واحد على بال ولا لا زي ما هو شاكك فبيقوله دينيس انه يخرج الزوجات من الموضوع لانها حاجة مش حلوة انه يفتش ورا مرات بال وبيقوله انت نفسك لو فتشت ورا مراتك ممكن تلاقي حاجات مش كويسة كتير وطبعا ريموند بيضايق منه وساعتها بيقوله دينيس ان لو فيه اي كلام تاني بينهم ياريت يكون بشكل رسمي في تحقيق وبيمشي ريموند وهو متضايق وبيروح يقول لامي انه هيدور ورا دينيس واكيد هيوصل لحاجة وفعلا بيوصل للشرطي اللي اسمه جوتسون اللي قتل واحد في اول مشهد في الفيلم ودينيس ساعده بانه حط السلاح في ايده وبيروح ريموند علشان يتكلم مع جوتسون ويفدت شقيته وهناك بيعرف منه انه حصلت خناءة بين دينيس وبناء بشرطة اسمه دوريان فلاتشر ولما بيقوله ايه سبب الخناءة دي بيقوله جوتسون ان الزعيم عنده شغل كتير مع ناس كتير وبيكون يقصد بالزعيم دي دينيس علشان كده بيحكي ريموند لامي انه دور في الموضوع ده وعرف ان دينيس كان بيتفق مع واحد انه يعمله صفقة مشبوهة ويخلصوا من شخص مقابل خمستاشر الف دولار وساعتها دينيس رفض المبلغ وطلب مبلغ اكبر وكمان كان بيقرب من مرات الراجل من غير ما ياخد باله علشان يبتزه وبيقول لها ريموند ان ده هيكون اول خيط هيدور فيه ورا دينيس علشان يوقعه وبعد شوية بنشوف ريموند لما بيقرر يقعد هو والمدير بتاعه مع بال وبيضغطوا عليه في التحقيقات وبيقولوله انهم عرفوا كل الحاجات اللي بيعملها مع دينيس وانهم بيعملوا صفقات مشبوهة مع المجرمين علشان مصالحهم الشخصية وريموند بيقوله ان هو كمان جاي علشان يعرض عليه صفقة هتكون مفيدة لي وبيقوله انا عرف انك انت مش العقل المدبر لكل اللي بيحصل علشان كده لو اعترفت على دينيس ان هو اللي بيحركك وانت بتشتغل معاه هنخرجك من القضايا كلها على انك شاهد وكمان هنوفر لك الحماية وساعتها امي بتوصل وبتسمع الكلام اللي تقال بين بال وريموند وبتضايق وبتفضل تقول لريموند انه مش مسموح له يعمل صفقات مع واحد متهم لكن ريموند بيعرفها انه بيضغط عليه بس علشان يخليه اعترف وبيقول لها في النهاية انا مش عايزه هو انا عايز اللي مخليه يعمل كده واللي هو دينيس وبعد ما بيخلصه بيروح بقال يتكلم مع دينيس وبيقوله على حصل وانه خايف ويساعتها دينيس بيخاف منه وبيخليه فك زراير القميز بتاعه علشان يتأكد انه مش حاطت جهاز تنصت ولما بيتأكد انه مش بيسجله بيقوله انهم مش لازم يتقابلوا كتير الفترة اللي جاية لحد ما يشوفوا هيعملوا ايه وبعد شوية بيروح ريموند يقابل دينيس وبيحاول يتكلم معاه للمرة التانية ويعرف منه اي معلومة لكن المرة دي بيفضل دينيس يتكلم عن كاثلين مرات ريموند وبيخليه شك فيها وطبعا كلامه بيعصب ريموند وبيخليه يضرب دينيس فبيفضل دينيس يستفز ويضحك ويقوله انه هيتكلم مع مراته من وراه وطبعا ريموند بيتدايق مرة تانية وبيضربه وبيقوله انه مش هيسيبه غير لما يثبت انه مجرم ويقبض عليه بعدها بيمشي وبيروح يقابل كاثلين واللي بتكون لسه مخلاصة شغل وبيفضل يتكلم معاها ويقولها انه مفتقدها وانها وحشته جدا وبيستناها علشان يروحوا مع بعض على البيت ومن الناحية التانية بنشوف فالو هو في دورية في الشارع وبيتصل على تليفون البيت وبيكلم مراته بني وبيقولها انه بيفكر يعترف لرييموند بكل حاجة ويخلص من الاحساس بالزنب اللي هو عايش بيه ده وبيعرفها ان ريموند وعده انه لو قال كل حاجة هيخرجه من القضية دي انه شاهد لكن بني بيكون واضح عليها التوتر وبتقوله ما يعملش اي حاجة غير لما يتقابلوا ويفكروا مع بعض لكنها لما بتقفل معاه بنشوف ان دينيس عندها في البيت وبنعرف ان في حاجة بينهم هما الاتنين وبتقوله على كل اللي فال قاله وطبعا دينيس بيخرج من عندها وبيروح يقابل فال وبيفضل يتكلم معاه ان في واحد من الناس بتوع المخدرات اللي هما بيشتغلوا معاهم ما بقاش يسمع الكلام وعمل لهم مشاكل كتير الفترة الاخيرة علشان كده بيعرف فال انهم لازم يروحوا يقبضوا عليه وفعلا بيتحركوا هما الاتنين على المكان اللي دينيس بيقول عليه وبيعرفوا دينيس ان المجرم موجود في العربية دي وبيطلب منه يقرب منها بحذر وفعلا بيعمل كده لكن اول ما بيقرب من العربية وبيفتح الباب بيتفاجئ ان المجرم كان مستنيه ومحضر السلاح بتاعه ومجرد ما بيشوف فال بيدربه بالنار وبيخلص عليه وساعتها بينزل المجرم ده من العربية وبيتكلم مع دينيس وبيعرفه انه سمع كلامه لكن دينيس بمجرد ما بيخلص كلام بيخضر بيه هو كمان وبيخرج مسدسه وبيضربه بالنار وبكده بيكون خلص من الدليل اللي ضده وكمان بيتصل على اسم الشرطة وبيقول لهم انهم كانوا في مطاردة مع واحد من المجرمين لكن المجرم ده ضرب عليهم نار واصاب زابط شرطة اسمه فال وبيطلب منهم النجدة بسرعة لكن ومجرد ما بيخلص المكالمة بيتفاجئ ان فيه شخص تاني كان مع المجرم في العربية وبيشوف ان العربية بتتحرك وبيحاول دينيس انه يلحقها ويتخلص من السواق اللي فيها لكنه بيهرب بسرعة قبل ما دينيس يلحقه بعدها بيروح على فال علشان يتأكد انه مات ولما بيلاقيه لست عايش بيفضل يخنقه لحد ما بيخلص عليه وابعد شوية بتيجي الاسعاف على مكان الحدثة وبيقول لهم دينيس على الله حصل وانه حاول يلحق زميله الشرطي لكنه معرفش وفي نفس الوقت من الناحية التانية بنشوف ريموند وهو في البيت وبيكون قاعد شغل على القضية وامراته كتل بتتخانق معاه لانه ما بقوش يعودوا مع بعض زي الاول ولا بقى فيه بينهم اي لغة حوار وريموند بيفضل يشرح لها انه مشغول الفترة دي واول ما يفضل هيرجعوا زي الاول تاني لكنها بتفضل تقوله انه اكيد بيخنها مع واحدة تانية لحد ما التليفون بيرن وبتكون امي اللي بتعرف ريموند ان فال مات وعلى طول بيجري ريموند على مكان الحدثة علشان يتابع التحقيقات والطبيب الشرعي بيقول ان كلام دينيس صح لانه الرصاص اللي دخل جسمه مش رصاص شرطي لكنها من بندقية تانية من مسافة قريبة وطبعا ريموند بيكون فاهم ان دينيس هو اللي عمل كده بس ما فيش معاه اي دليل ضده وبعد شوية بنشوف لما بيتعمل جنازة عسكرية الفال وبني بتحضر الجنازة وهي بتعيط وبتكون زعلانة جدا عليه وبعد شوية بيبدأ ريموند يفتش ورا موضوع الحدثة دي وبيكلف فريق من رجالته علشان يعرفه معلومات اكتر عن الشخص اللي مات وعن نوع النشاطات بتاعته وبعد فترة بيرجع الفريق وبيقول لهم ان فيه واحد اسمه ديمتريو يعتبر دراعه اليمين وهم كليهم نشاطات اجرامية مع بعض في المخدرات والسلاح فبيقول ريموند ان الحل انهم يقبضوا على ديمتريو علشان يوصلوا للحقيقة بس الموضوع بيكون خطر جدا لان ديمتريو محاض برجالة واسلاح طول الوقت علشان كده بيجهز ريموند فريق معاه وبيروحوا مع بعض علشان يقبضوا عليه وهناك بيحصل تبادل اطلاق نار بينهم وبين العصابة بس ريموند واللي معاه بيقدروا يسيطروا على الماقف وريموند بيتحرك لوحده وبيطلع على المكان اللي مستخبي فيه ديمتريو وهناك بيحصل اشتباك بينه وبين ديمتريو لكن ريموند بيفضل يقوله انه مش عايز يقزيه ومش جاي علشان يقتله وبيقوله لو تعاونت معايا هخرجك من كل التهم اللي ضدك وديمتريو بيكون خايف منه وبيفضل يرجع لورا وخصوصا لما بيشوف طيارة هليكوبتر تابعة للشرطة وبيفضل يقول ريموند انه بيضحك عليه لكن ريموند بيقوله يبعد عن السطح لان الطيارة دي مش تبعهم وبيفضل يكرر الجملة اكتر من مرة لحد ما الطيارة بتقرم من ديمتريو وبيخرج منها شخص غامض وبيضربه بالنار واسعتها ديمتريو بيقع من على السطح فبينزل وراه ريموند بسرعة وبيكلمه قبل ما يموت وبيفضل يقوله مين اللي خلاكه تقتله فال فبيرد عليه وهو مش قادر يتكلم وبيقوله ان دينيس بيك هو اللي طلب مننا نعمل كده بعدها بيرجع ريموند على البيت وبيفضل يتابع الاخبار اللي بتتكلم عن اللي حصل مع ديمتريو وامي بتتصل بيه علشان تسأله عن اللي حصل في العملية وهو بيحكي لها على كل حاجة وبيعرفها ان دينيس هو اللي مسؤول وبنعرف ان كاثلين سايب البيت من اخر مرة اتخانقت فيها مع ريموند وتاني يوم الصبح بيروح ريموند علشان يرائب دينيس لكنه بيتفاجئ انه قاعد في كافية مع كاثلين وطبعا لما بيشوفهم مع بعض بيتصدم ومش بيسدق نفسه وخصوصا انهم بيفضلوا يضحكوا مع بعض وعلى طول بيجري على الكافية وبيدخل علشان يواجههم لكن بيكون فيه زحمة قدام الكافية وعلى ما بيقدر انه يعدي من الزحمة دي بيتفاجئ انهم مشيوا بمجرد ما بيدخل وطول الطريق بيفضل يفكر في كلام دينيس اللي قالهوله قبل كده ولما بيوصل للإدارة بيتفاجئ بدينيس في الأسانسير وبيقوله ان اللي وعده بيه قبل كده حصل وبيعرفه ان فيه حاجة حصلت بينه وبين مراته ومش هتكون آخر مرة وبيحصل اشتباك بينهم هما الاتنين ودينيس بيضربه وبيسيبه في الأسانسير بالإصابات بتاعته وبيمشي وبمجرد ما ريموند بيقوم من مكانه بيتحرك بسرعة على شغل كاثلين وبيكون متضايق جدا وهناك بيفضل يسألها هي تغدت مع مين النهاردة فبتستغرب من السؤال وخصوصا انهم لست متخانقين مع بعض وبترفض انها تجاوب عليه وبتقوله ان دي حاجة تخصها هي فبيسألها اكتر من مرة وهو متعصب ولما مش بتجاوبه بيضربها وبيفضل يقولها انها خينة وبيمشي وبيسيبها وساعتها بيمشي وهو منهار وبيعاد يشرب كتير علشان ينسى وبيكون مش مصدق نفسه ان مراته خانيته مع دينس وبيفضل طول الليل برا لحد ما بيرجع البيت الصبح وبيقابل كاثلين وبيكون مش بيتكلم معاها وداخل علشان يلم حاجاته يمشي وساعتها بتفضل تقوله انها مخانيتهوش وانها روحي تقعد مع دينس لما اتصل عليها وقال لها انا صديق ريموند وهو واقع في مشكلة كبيرة ولازم نقعد نتكلم مع بعض علشان نشوف حل وفعلا ريموند بيصدقها وبيطلب منها انها ما تكلمش حد تاني من غير ما تقوله وبيعرفها انها لو فكرت تخونه في يوم من الايام هيخلص عليها ومن الناحية التانية بنشوف دينس وهو بيتكلم مع امراته هيدر وبيقولها ان الفترة الجاية ممكن حد يسألها على العقارات اللي مكتوبة باسمها وبيقولها تجاوب الاجابات اللي اتفقوا عليها ولما بتقوله مين اللي ممكن يسألها بيقولها ظابط شرطة اسمه ريموند وبيطلب منها ما تتوترش وتحاول تجاوب على قد الاسئلة بس وبعد شوية بنشوف ريموند وامي وهما بيحققوا مع بني وبيقولولها انهم لقوا عقارات كتير مكتوبة باسمها ومش عارفين ايه مصدرها وبيقولولها انهم هيتهموها بتهمة الفساد المالي لو ما اعترفتش على دينس فبتقولوا انها ما تعرفش حاجة وما تعرفش هو بيتكلم عن ايه فبيقول لها انها مصاممة دافع عن الراجل اللي قتل جزها وساعتها ايه بي بتسألها لو كان في علاقة بينها وبين دينس ولا لا وطبعا السؤال ده بيعصب بني وبيخليها تطردهم لكن كلامها ده بيصدب بني وبيخليها تعرف ان دينس هو اللي قتل جزها فال وبعد شوية بتروحوا بتتكلم مع هيتر مراد دينس وبتقول لها انها سمعت من الزابط ريموند ان دينس هو اللي قتل فال فبيتقول لها هيتر ان فعلا تصرفات دينس الفترة الاخيرة زيادة وهي شك انه يعرف ستات عليها علشان كده بتقرر هيتر انها تروح تعترف لريموند على كل حاجة وبتقول له ان دينس كان بياخد العقارات دي ويكتبها باسمها هي علشان بحدش يرقبه ويعرف انه بيعمل حاجات غير شرعية ولما بيسألها ريموند عن مكانه بتعرفه انه عند واحد بيعمل معاه شغل اسمه ستيفن وبنعرف ان ستيفن ده يبقى الشخص اللي طلب من دينس قبل كده شغل مقابل 15 الف دولار ودينس رفض وبنشوف هناك ان ستيفن بيرجع البيت وبيلاقي مراته مع دينس وساعتها بيدربها بالنار وبيخلص عليها ودينس بيدرب ستيفن بالنار وبيخلص عليه وبعد شوية بيوصل ريموند وامي على البيت وبيلاقوا قصار الدم في كل مكان وبيفضلوا يدوروا على دينس في كل مكان لحد ما بيفجئهم دينس وبيهجم على اامي وبيضربها بالنار وبيجري وعلى طول بيجري ريموند عليها وبيكتم الدم بسرعة وبيتصل على الاسعاف علشان ينقلوها على المستشفى وبيفضل يقولها طول الطريق انه واثق انها هتعيش ولما بيوصل للمستشفى بتدخل على العمليات بسرعة لان حالتها بتكون خطر جدا وبعد شوية بيخرج الدكتور وريموند بيجري يسأله على حالتها والدكتور بيقوله ان حالتها مش مستقرة دلوقتي بس مع الوقت هتتحسن وفي الوقت ده بيفتكر ريموند ان كده اكيد الدور هيكون على امراته واكيد دلوقتي دينس هيحاول يتهجم عليها في البيت فبيجري بسرعة على البيت واللي فكر فيه فعلا بيلاقيه حصل لان فعلا بيكون دينس هناك وبيهدد كاثلين بالسكينة وبيقولها تسمع كلامه وبيكون دينس عايز الموضوع يبان ان فعلا في حاجة بينهم علشان كده بيهددها تدخل معاه قبط النوم ولما بتسمع كلامه بيكون ريموند واقف وشايف كل حاجة وبيستنى لما بيكون دينس فمرمى التصويب بتاعه وبيضربه بالنار وبيفضل ريموند يقوله انه جاله لحد عنده وهو كان مستني ده علشان لما يقتله يبقى دفع عن النفس وبيفضل يضرب فيه اكتر من طلقة ولما بيحاول دينس يقوم من مكانه ويمسك السكينة ويهجم عليه بيضربه ريموند الطلقة الاخيرة وبيقوله ان ده جزاؤه بعد كل الحاجات الفاسدة اللي عملها في حياته وبيروح يطمن كاتلين ان كل حاجة خلصت وانهم دلوقتي في امان وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة